السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايوكم عاملين ايه يارب تكونوا كلكم بخير انا بعلق هنا على فيديو جميل جدا شفتوا لاخونا صاصة حفظه الله الفيديو اسمه اول يوم في امريكا الفيديو عجبني جدا اظهر بيت اللي هو البيت اللي سكن فيه في وسط الخضار وفي وسط الاشجار والطبيعة الخلابة ومستوى عالي من الجمال والنظافة قل ما تجده في امريكا ولكن انا احب الفة النظر لحاجات مهمة عن ولاية جورجيا اللي عايش فيها او عن امريكا ككل سيادتك لما تشوف هذا المستوى من الفخامة والجمال والنظافة لو المنطقة دي ما كانتش فحشة الغلاء اعرف ان فيها مشكلة بطالة وانك صعب تلاقي فيها شغلانة نهيك طبعا عن شغلانة كويسة بدخل يعيشك طيب ومش هقولي عايشك عيشة ممتازة يعني هقولك يعيشك فحضراتكو بالنسبة لولاية جورجيا اللي هو قضى اول يوم فيها دي حضراتكو طبعا خلوا بالكو بس ان الكلام ما بيعممش الناس كلها يعني ما بيعمش الناس كلها في ناس مبسوطة في كل ولايات امريكا انا صادق وامين معاكو في النقطة دي ولكن الحد الادنى للاجور في ولاية جورجيا اللي ورانا فيها البيت هو سبعة دولار وربع الساعة يعني ايه سبعة دولار وربع الساعة يعني بعد الضرايب والخصومات صف صف على ستة دولار او اقل من ستة دولار في الساعة ده لو لقيت شغل ولو طبعا بنتكلم عن دكان او بيزنس عدد اللي شغالين فيه اقل من ستة افراد فانت في الحالات دي بتتكلم عن حد ادنى للاجور خمسة دولار وربع الساعة بتصفي بعد الضرايب على اقل من اربعة دولار الساعة نقول اربعة دولار الساعة فده بالنسبة يا اخوانا للحد الادنى للاجور في ولاية جورجيا هل انا بقول ان كل اللي عايشين في ولاية جورجيا بيعملوا الحد الادنى للاجور مش بالضرورة جايز اخونا يكون عنده مهارات معينة مش موجودة عند كثيرين من الناس بس انا بعرف الناس اللي هتسافر لولاية جورجيا هم مقبلين على اجور عاملة ازاي لانهم لازم يكونوا عارفين انو عيط الاجور في ولاية جورجيا قبل ما ينبهروا بالحشيش والاشجار ومنظر المارينة والممر ومامشى اهل امريكا او الممر اللي وراهولنا فلازم تكونوا عارفين اه يا اخوة لما تروحوا المكان زي ده انتو مقبلين على ايه مكان زي ده ممكن ما يبقاش فيه شغل اه ده اه ده لو كان طبعا يعني المكان ده لو ما كانش فحش الغلاء زي ما اه صلطت الضوء اعرف ان فيه مشكلة انك تلاقي فيه شغل وولاية جورجيا الاوجور فيها اه الحد الادنى بتكلم عن الحد الادنى من اقل الحد الادنى للدنيا من اقل الحد الادنى للاجور في امريكا كلها اه بيتكلمك عن خمسة اه عن اربعة دولار او ستة دولار الساعة هيخش جيبك بعد الضرايب والخصومات اه نيجي لمعدلات البطالة ده البطالة في ولاية جورجيا تلاتاشر وسبعة من عشرة في المية تقريبا اربعتاشر في المية اربعتاشر في المية ده من اعلى معدلات البطالة في امريكا طبعا المنطقة اه ورانا ان لها حدود مع ولاية ساود كارولاينا اللي هي برضو ولاية حتى الان فيها مشكلة بطالة برضو اه فحضراتكو بلفت انتباه الناس اللي نوية تروح للمكان اللي راحوا اخونا صاصة اه قبل ما يفكروا في الحشيش والاشجار اه وما مشى اهل امريكا الممر اللي عن نهر ده اه ففكر بنبه حضراتكو ان الولاية جورجيا وولاية ساود كارولاينا اللي هي المحايدة لها دي اللي اتنين فيهم مشاكل بطالة والحد الادنى للاجور فيهم قليل لا ان في ان ممكن يكون فيهم ناس اه عمالة مهرة ليهم شغلانة متميزة بيعملوا فلوس كويسة الرزق ده بتاع ربنا بس انا بعرفك ان على المستوى العام انت هتكون مقبل على ايه كمان المنطقة دي اه لو بالذات ما كانتش قريبة اه لو ما كانتش قريبة من المدينة طبعا من المنظر العام انا بخمن ان المنطقة اللي هو فيها دي اه منطقة اه ممكن تكون اه يعني من ضواحي المدينة او تكون قرية اه او مدينة صغيرة قرية لوحدها او مدينة هادية اه صغيرة اه فحضراتكو طبعا لو بنتكلم ده من المنظر العام اه للمنطقة اللي فيها البيت وفي الحالة دي ركوب الاوتوبيس مش هيكون عملي بمعنى ان حتى لو في اوتوبيسات بتهوب ناحية المنطقة دي بقول لو لان ممكن ما يبقاش في اوتوبيسات بتهوب ناحية المناطق دي فبقول لو ما فيش اوتوبيس بيروح هناك اه ففي الحالة دي اه طبعا اعمل حسابك انك لازم يكون عندك عربية وتدفع تمن بنزين اه وتمن اه صيانة لانك انت طبعا هتستهلكها فقطع مسافات طويلة كل يوم اه فمصاريف صيانة مصاريف بنزين ده طبعا غير التأمين اكيد مش هيكون غالي زي اه مدينة نيويورك بس برضو المصاريف لما بتراكم اه وبتعتمد على العربية كل يوم وبتستهلك بنزين كتير طبعا اه بتصرف بالنسبة البند العربية توقع انه مش هيكون قليل اه فدي برضو حاجة تعمل حسابك عليها لان مش في الغالب مكان زي دا ما فيهوش اوتوبيسات ولو وجدت مش هتبقى عملية اه او مش هتبقى عملية بالشكل الكافي ممكن الاوتوبيس يعد مرة في الساعة ممكن مرة في الساعتين اه الله اعلم المنطقة اه ظروف المواصلات فيها عاملة ازاي جايز اخونا صاصة اه يفدنا في الموضوع ده اه كمان برضو بلفط النظر اه للناس اه اللي هي اه بتصلي ان انت زي ما ورك انت لو هتسكن مع امريكان اه في نفس البيت طبعا اعمل حسابك ان البيت فيه كلاب الكلاب طبعا بتلحس من مية التوالت التوالت وبعد كده تلحسك اه فانت لو ما عندكش مشكلة في الموضوع ده اه هنيالك اه العيشة مع الكلاب طبعا بس ما ترجعش تتفاجئ اه يعني ايه يوم الايامة لما تلاقي ان صلاتك دي فسدت ولم تقبل طبعا ده بتاع ربنا انا ملياش دعوة صلاتك مقبولة ولا مش مقبولة بس انت تاخد بالاسباب يا اخي يعني انت لما تعيش مع الكلاب اه ده بكلم الناس اللي بتصلي الناس اللي مش مسلمين او المسلم اللي ما بيصليش اه يتكبر دماغه من النقطة دي اه فانا بعرفكو اه طبعا ان انت لو بتصلي هتبقى دي مشكلة بالنسبة لك انك تعيش مع امريكان لان هيبقى عندهم كلاب الكلاب هتبقى بتلحسك هتبقى عيشة معاك هتبقى رئها عمالة ترشه في الارض طول الوقت اه فالله اعلم يعني ممكن ده يعني يضرك اد ايه او يضر يفسد صلاتك ولا لا اه لا طبعا بالنسبة لنقطة ان الحمام فيه ناس اه بتتبول وهي واقفة وبتعمل طرتشة اه للأسف دي حتى موجودة لو انت عليك اه اه روم ميتس او ناس سكنين معاك مسلمين لان فيه مسلمين ما بيصلوش فا اه ما عندهم طرتشة البلد دي شيء عادي فا هتلاقيها برضو موجودة اه في اه بيوت الامريكان اه ولكن اتمنى لاخنا صاصة اقامة سعيدة اه وارجو ان انا اكون اه نجحت في تسليط الضوء على النقطة المهمة اه في اه حلقة اه صاصة اه بتاعت اول يوم في امريكا اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته